يقول شخص حاول أن يخنق رجلاً أو شخصاً آخر حتى ازرق لونه يعني خنق هالشكل لو تدرون بعض الأصدقاء يخنق صاحبه بالشقة أو بالمزاح أو بالعركة إلى أن وجهه يصير أزرق هل عليه هدية؟ يسأل الأخ هذا على يدية لا أخواني الحمد لله إذا ما مات وعلي حال هذه نعمة إذا ما اختنق ومات هذه نعمة موجودة على قيد الحياة ولكن لابد أن نرى أنه مكان الخنقة هذا مكان الخنق الذي يخلى إيده وخنقة إذا صار أزرق مكان الاختناق أو مكان اللزمة إذا صار لونه أزرق فعليه هدية ودية مثقالين ربع من الذهب مثقالين وربع المثقال من الذهب ينطيئ له ليش؟ لأن الإنسان إذا عمل شيئاً وأثر شيئاً يعني جنى جنايةً وأثر على الطرف الآخر سواء بكمد أو بجرح أو بكسر أو بشيء من هذا القبيل فعليه ماذا دية؟ فيذكر الفقهاء على أن هذه الحالة وهي إزرقاق المكان يعني المكان اللي مسكه صار أزرق يسموه مكمود بالكمد شوفوا بعض الأحيان أيدي تذهب تحت بين الباب أو بين مثلاً بين شيء ثقيل ويدي مثلاً يصير فيه نوع من حسب تعبيره إحنا مرضوضة والرض هذا يصير مثلاً لونه أزرق أو لونه أحمر هذا كله عليه ماذا؟ عليه دية أو ضربه أو ضرب وجهه مثلاً ضرب الأستاذ الطالب ضربه بوجهه والأستاذ كان لابس خاتم والخاتم صار وين؟ من ضرب في هالمنطقة هذه هذه المنطقة صارت زرقة صارت زرقة أو ضربه بوكس حسب تعبيرنا ضربه بوكس ووجهه صار أزرق هذا الإزرقاق في الواقع الفقهاء يقول عليه دية وديته بحسب ماذا؟ المكان وحسب اللون الذي يصابه الإنسان مرة يصير أحمر وجهه مرة يصير أزرق مرة يصير أخضر مرة أسود فهنا الأخ لي سائل يقول صار مكان أزرق فنقول له إذا كان المكان أزرق دية مثقالين وربع من الدهب مرة أزرق مرة أزرق